بالنسبة لعلاج حالات العقم في الكويت كثير المواطنين عالجوا داخل الكويت في نفس المستشفى لذكر لخ الوزير ولكن دون نتائج وراحوا على حسابهم علاج بخاري على حسابه الشخصي وبالعكس استفادوا ولكن راحوا على حسابهم على أمكانياتهم البسيطة لخ الرئيس كذلك نعمل من لخ وزير الصحة عشان يدير هذه الوزارة بشكل صحيح أن تكون التعينات للأكفة الآن لاحظ لخ الرئيس تعينات الوكال المساعدين قاعد تجي بالبراشوت هل هم مختصين؟ لذلك نبي الوكال المساعدين اللي التم في وزارة الصحة يختارون من دول الكفاءات والناس صحاب الخبرة ويفضل يكونوا من وزارة الصحة لأن جهة اختصاص كذلك تعينات بالنسبة مدراء المناطق الصحية كذلك يجب نكون اقتيار دقيق كذلك تعينات مدراء المستشفيات من الشباب من الكفاءات مدراء المستشفيات الآن مجمدين في وزارة الصحة بدون أسباب رغم تلقيهم العروض للعمل في دول خليج لذلك الأخ الرئيس نرجو كذلك من الأخ وزير الصحة مدراء المستشفيات حاليا المجمدين في وزارة الصحة وعندهم الكفاءة في العمل أن يكون يشملهم هذا التدوير حط الكفاءات في مكانها لأن تحتاج وزارة الصحة إلى كفاءات لإدارة هذه المستشفيات